مرحبا بما قسمتلي عليكم بحلقة جديدة لليوم واليوم ضيفنا سالم سعادة يلي هو فلوتيست ويلي هو استيز موسيقى رح نحكي اكتر عن فلوت ورح نحكي اكتر عن الميوزيكا يلي موجودة ضمن نطاقنا بالسبتية ونتعرف عليك اكتر اهلا وسهلا فيك سالم اهلا فيك اهلا فيكم جميعا خبرنا بداية اي متى بلشت بالموسيقى اي متى بلشت الموسيقى هيك تجذبك لاله انا بلشت بمشواري بالموسيقى بصدفة بصدفة كتير حلوية كان عمري تقريبا شي 6 سنين وشفت الوالد الله يرحمه عتيكن عمره من فترة اصيرة الله يرحمه الله يخلي لك عائلتك يا رب بدأ فلوت هو مرة كان قاعد عم يعظو فلوت وبتعرفي انا طفل بعني صغير وجذبني هذا الشيء وقربت لعنده اخدت منه الفلوت ودقات الدقة هي نفس اللي هو كان عم بيدقات فلقت عندي الموهبة وصار البابا اللي يرحمه كان حداد فصنع لي فلوت هكي من ربيش واشي صمامة يعني وصرت انا اعزف وصرت سياطة بالخبرية انا يعني بين القرايب بين الاصحاب حفلة عمادة برزدي اي خبرية من هالنوع صرت انا اعزف فيها فلوت وبعدين لوصلت لعمر تقريبا سبعة عشر سنة التحقت بالكونسرفاتور الوطني لحتى اطقن مادة الفلوت ومنها رجعت بلشت اشتغل اشيه تاني عملت بيانو سوبندير فتت على مسألة البيانو بعدين عملت فيولو مع استاس خاص فتت بالموسيقى بكل بوابة بكل جوانبا صحيح بس بقيت على الفلوت اكتر شيء يعني متمكن او اخذ يمكن اذا فيا نقول اخذ وقتك كله الفلوت من غير الادات موسيقية مئة بالمئة انا حبيتها حبيت الفلوت يعني الحنين طبعه والشجن طبعه حبيته كتير ومن ريحة الوالد الله يرحمه بدي اقول لك هذا الشيء بأسر اليوم تس متل كأنه ترك لك ايوة يعني شيء اهم من الوردة مثل زكرة صح مثل زكرة فنية اصبحت ديك ماذا نسمع هنسمع شيء هكي شرقية مهضوم هكي على مقام البيت وصلة شرقية تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هكذا قناصين اشتركوا في القناة أريد حب بالدرجة الأولى لأن الحب مفروض يكون وما كان صحيح أريد حب مثل ما قلنا أريد ضلاعة أو مثل ما بيقولوا براعة بالصبيع أكثر من النفس إنه بالحقيقة غير إلات نفغ تطلب نفس أكثر لأنه بيكون فيها بيستونات يعني مثل الصبابات مضطرين إنه نعبّل هوا جوه لحتى يتلع الصوت مصبوط هون يتلع الصوت مصبوط بس هون بديك نوع من رجلاج بالنفس بكتعرفة تراجل جي النفس لتطلع النوت مصبوطة يعني مثلا إذا ما كتير إذا شوائه كتفرعنا شوائه بالجواب يعني في ترو في عندنا أدويح لمجرد ما أنه ننفخ بالفلوت بيطلع الهوا نفس دغري طالع للترو إذا ما تسكر بإحكام على الفلوت ما بتطلع النوت مصبوطة يعني أقل تنفيسة بقلب لتوق ممكن تطلع نوت غير عن النوت مصبوطة مختلفة تماماً مش مشان هيك الوضع شوي دقيق على فيه دقيق شوي صعب الفلوت؟ يعني فينا نعتبره من الألات المنحينة خاصة بالربع صوت الشرقي يعني أنا الشيء اللي عزفته هلأ هو شيء اسمه مقام قلبيات الشرقي هو عادة الفلوت ما بتجيب النوت الشرقي ما بين عزف عليا شرقي هي لغربية بس ولكن بدك كم كبير من البراعة حتى تقدر تسيب عليا النوت الشرقي هل 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 يعني يعني ازا فينا نقول قدي انت متمكن اليوم سالم من الفلوت هو بفضل دراسة او بفضل الخبرة او بفضل سنوات العزف ولا كلهم سوا؟ بالحقيقة كلهم إلهم فضل علي يعني المطرح اللي تعلمت فيه إلو فضل علي إستاذي إلو فضل علي أنا يعني بوجهله بالخاء إستاذ جزاف الويزة بتاعب علي كثير والمجهود الشخصي طبعي اللي هو يعتبر من أهم الأشياء يعني لازم عندك تمرين كانت أنا اتمرن بهذاك الوقت بحدود سبع أو ثمان ساعات بنهار يعني دايما عندي تمرين على طول على طول الفلوت تم رفقتنا بجيبتي على طول بشنتي على طول واليوم إذا في ناس عم تحضرنا يمكن تسألنا اي عمر وحد في بلش يتمرن او يتعلم الفلوت الفلوت فيك تبلشي تقريبا من عمر خمس سنين آه هالقد يس بينا نجيب له الفلوت البيكولو اللي بتجي أصغر من هايدي بعد وكي كرمال صبيع الولد لأنه عادة عم بيبقى الولد أصابيع قصار وغضى بعد هايك تارية ففي ميزة تانية بالموضوع لما بيكون صغير الولد أصابيع بتبقى صغيرة بتسكر لترو على الأد يعني بيقدر يتحكم بالموضوع من هو صغير فرق ما يكون إذا كان أكبر ما بيتعزبه كبير كمان بيمشي حاله ما في مشكلة بس إذا كانت على صغر بتكون شوية أفضل طبعا أكيد عزفت مع كتير من الفنانين والفرقة الموسيقية المعروفة في لبنان خبرنا شوية عن تعاملك من أكتر حدا كنت تنبصت أنه تكون عم تدق معهم بحفلاتهم أوكي أنا بالنسبة للحفلات أخدت حفلات انفرادية لقالي أنا يعني أنا عندي فرقتها وعندي شغلة لقالي الخاص هلا أنا اشتغلت مع فنانين قبل كانت بي مش بمسألة الفلوت اشتغلت من زمان كنت مع الفنان راغب علامة بوجههم الخير من أعز الفنانين على قلبي ومع المطربة نجوة كرم كمان بنت ضيعتنا يعني نحنا نجدية حال زحلة بس ولكن مش على قيلة الفلوت يعني أنا اشتغلت معهم كنت بالكورس الفلوت من بعد هيد الحقبة أنا أخدت منحة لحالي على الفلوت بيشغلي بالأعراس يعني أنا بروح على الحفلة بيكون معي شنت الكاملة عدت الكاملة من ميكرو للميكسر لكل شيء وبوع معي فرقتي وعم بشتغل قانوية على الفلوت على الفلوت بيكون معي الدربكة بيكون معي طبل بيكون معي الألات الإيقاعية يعني اللي بتهيس الجو أكيد سلم قدي حلو اليوم يمكن كثير من الأشخاص اللي عم يحضرونا وبدون يعمل شي جديد بعرسهم بدون يزيحوا عن الاشي اللي عادة من شوفها ترديسيونال كتير أو صارت كتير كتير ديجا فيو بالأعراس بدون شي جديد أدي حلو الفلوت بيعمل جاو بقلب العرس ما فيني خبرك قدي رائح ما فيني خبرك قدي رائح أول شي الفكرة مختلفة فكرة جديدة فكرة جديدة لمجرد ما أنه في لمجرد أنه في تجدد بالفكرة هيده لحالة ميزة لحالة رقم اثنان الفلوتو بيقدر يلعب دوران بقلب الحفلة يعني نحن بالحفلة مثلا تنقول ممكن ناخد إشياء رائحة على الويلكم درينك ممكن ناخد إشياء غربية هلا إذا بتحب تحب تسمع أكيد هلا بسمع شي رائحة إذا بتحبه ناخد إشياء غربية رائحة ناخد إشياء للهيصة مثل ما سمعت تفضلت خدرتك على الدبكة يعني على الدبكة إشياء فينا نفعل الدبكة أكتر بتلعب الدوران الفلوت بتلعب دور الهيصة وبتلعب دور الرائحة نقدر ناخد كل المشروع الموسيقى من خلاله ومن خلال كمان الألات اللي معنا اللي هي بتكون يعني مهنة مساعدة أو مكملة هلو شو بدك تسمعنا شي رائحة؟ بركي منسمعك مونمور يالي أو لي بيروت لي بيروت اشتركوا في القناة 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 شكرا نقول ناس لزفاة الأعراس يعني عندنا زفاة تاريس عندنا ميوزيكا براد ممكن كمان يكون في عندنا تلميذ نعطيهم بالبيوت شغل بالتلحين بالأرمونية بالتوزيع أي شيء بخصص الموسيقى ميوزيكا يعني أي شيء ميوزيكا حلو الأسم اخترت لي أختي كمان جهراء الخير والتحية بقى ميوزيكا مفرع شوي لأكثر من تعليم ممكن يكون في عندنا تجيلات مثلا تنقول تجيلات أغاني دقات يعني هو استوديو كمانا مئة بالمئة مئة بالمئة اليوم التعاون مع الناس أو مع الأشخاص يلي عندهم عرس أو أي إفنت مش عطول بيكون سهل شو الصعوبات يلي بتعترض تكون الصعوبات اللي بتعترضنا بالمبدأ ما في صعوبات يعني بهيد المسائل بس ممكن يكون في صعوبات ضمن الحفلة يعني مثلا من ناحية الوقت يعني مثلا من كون نحنا اخدين بارت بالعرس أوكي هايدي البارت بتتخذ منها الوقت لهذا الوقت ممكن نكون متضربين مع غيرنا أوقات أوكي تتأخر شوية أقصب تعرفي عجقات السار والبلد كيف هلأ الأوضاع حالياً إنما مشاكل من نوع تاني ما فيه بالمردأ لا ما فيه بالمردأ هل ديما تكون راضي سالم عن كل أدئ بتعمله بعد آخر حفلة يعني بعد كل حفلة تعمل وكيف تحصل على الأوضاع لك ولا الوقت اللي معاك بتقولوا بدنا نطور أو لا بتحس إنه مشين أندر على التراك بتعرفي فضلت خادرتك إلت كلمة كتير حلوة من شوية قلت عن الحب لما بتكون البيز هي الحب والمحبة الشغف يعني بتصير الأخطاء تنمسح يعني منبطل نحنا نقشع إنه في شيء اسمه خطأ الخطأ تلقائيا بيتصلح من هون بيجي الرضا عن النفس يعني أنه نحنا مبسوطين بشغلنا في متعة بالشغل خاصةً ليا اللي بيشغل بدمان موسيقى يعني يمكن أكتر ناحية الإنسان بيكون مرتاح فيها وعن بيعبر عن حاله هن الناس اللي بيشتغل بالموسيقى مش عم بيعملوا شغل تيقبضوا مصاري أو مبلغ معين وباس خلصة هي رسالة كمان نية بالمية رسالة بتبقى نابعاً للقلب كيف ملقى هالجيل الجديد اليوم تحس فيه أولاد عم تتجلسوا بالموسيقى متفاعل متفاعل جيل كتير متفتح ومتفاعل وعنده أحاسيس خاصةً أن الحرية اللي صارت موجودة بهذا الهيام يعني بالأول كان مسألة الموسيقى أنه واحد كماليات مثلاً البنت من زمان إذا عملت موسيقى كانوا بيسألوها أنه ليش هلأ صارت اليوم عادل بنت بتعمل موسيقى والأكتيفتال الأساسية صارت صحيح أدي هالشي بيطور الناس المكسيموم المكسيموم لأن الموسيقى بتعطيك بتعطيك انفتاح على كل الأمور الثانية هلأ عرفته؟ حلو وبترقى الشعوب بترقى وبتحز بالنفس وعالم تاني عالم تاني حلو لكن لا منصح كل المشاهدين اللي عبالهم يبلشوا بالموسيقى بحيالة محال بحيالة دومان إن كان بالتسجيل إن كان بالغنى بالعزف فيهم يتواصلوا معك على رقم التلفون صفر ثلاثة عشرين وواحدة وسبعين تسعة وسبعين حضرتك موجود بمنطقة السبتية عطينا شوية أكتر العنوان العنوان بمنطقة السبتية حي السريان في ربارتاني مستشفى بيطار بجوار مستشفى بيطار حسنا يعطيك ألف عافية سالم خبرنا بشريعة الصيف أدى كثيرة مهرجانات حفلات بشريعة الصيف هلأ أجمال الحفلات حفلات ومهرجانات هلأ أغلبية كمان مناخدها على الفلوت مع التيم تبعي اللي هو بيشتغل معي من مبان غنى وعزف كذلك الأمر نوجه لهم تحية كده نوجه لهم تحية مرسي كتير لألكم مهلا وسهلا الصيفية عمرانة بالحفلات إن شاء الله شاء الله تدل عمرانة بالحفلات الله يخليك ويتدل إيام حلوة يا رب للبنان بيها الأوضاع اللي عم نعيشها ويلي هي كتير صعبة بيدل اللبنان يلاقي محال إنه يدفع إن شاء الله ننحليها بالموسيقى وينبسط ويروح على الموسيقى يلي بترفع عنه شو ما كان النوع وشو ما كان اللغة اللي عم تتغنى فيها أو عم تنعزف الموسيقى هي لغة واحدة بتدخل عالقلب وبتغير بالإنسان تغيره المود بتغيره ويمكن بتعطيه نشاط أكتر وعم عم سبار وعم بتصبح وتاربنا الناس اليوم بيلتجوا للموسيقى كتيرابي صح فنحنا كالبنانية بحاجة إنه عطول بدل في موسيقى نقدر نرفع عن حالنا أكتر وأكتر قبل ما نختم معك بدنا نسمع بعد شي نسمع بعد شي تكرر معيوني موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر